وقع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الأعلام ومعالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين على اتفاقية تعاون تقضي بتدريب مئة شاب وفتاة بحرينيين من خرجي الجامعة الوطنية في المجال الأعلامي الاتفاقية جاءت من باب الحرص على تفعيل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الأداء الأعلامي فضلا عن إعداد الكوادر الوطنية الشابة بالمجال الأعلامي وتأهيلها للمشاركة في سوق العمل وتعزيز قدراتها على الانتاجية وجعلها الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل بالشكل الذي يسهم بلا شك نحو تطوير الرسالة الأعلامية والنهوض بدور الأعلام الرسمي مهنيا واحترافيا وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية من خلال آليات عصرية لبناء وتطوير القدرات الأعلامية المؤسسية بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة هذه الاتفاقية تأتي من ضمن التزام وزارة شؤون الإعلام تجاه الشباب البحريني أنا أكد بأن هذه الاتفاقية هي خدمة لقطاع الإعلام في البحرين بشكلها العام سواء الإعلام الرسمي أو حتى القطاع الخاص ستعقد دورة تدريبية لأكثر من مئة شاب وشابة هذا البرنامج سيتم من خلال أحد الشركات العالمية المتخصصة أنا أعتقد أننا اليوم في حاجة للتدريب العملي أكثر لله الحمد في البحرين هناك كليات إعلام عندنا عدد كبير من الشباب خريجين كليات الإعلام ولكن التدريب هو الآن بعد ما أحنا حددنا احتياجاتنا التدريبية في القطاع العام والخاص حددنا هذا البرنامج وأتمنى أن تكون فرصة مواتية لبناتنا وأولادنا للدخول في هذا البرنامج هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من تعاوننا مع القطاع الإعلام في البحرين بصفة عامة هدفنا زيادة مهارات وأمكانيات كل بحريني يشتغل في هذا الإعلام ليس وزارة الإعلام بصفة القطاع ككل فالتقنية قاعدة تغير الاحتياجات قاعدة تغير فإن شاء الله هذه البرامج توفر المهارات للمواطنين أن يقدرون يتطورون ويطورون من وظائفهم قدرتهم ومهاراتهم فهي مهمتنا نمكن البحريني للوصول إلى حياة أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر